السلام عليكم درسنا النهاردة هو كسير صي صفة الكسور في اللغة التركية ازاي بيتم قراءة الكسر في اللغة التركية؟ في اللغة العربية بيتم قراءة البسط أولاً وبعدين المقام لكن في اللغة التركية بيكون العكس بنقرأ المقام أولاً وبعدين البسط ولكن بنضيف للمقام لاحقة وهي لاحقة المفعول فيه اللي هي بتكون دا أو دا أو طا أو دا أرنك مثال اتش عندي هو المقام ضفت لي تا اللي هي لاحقة المفعول فيه بعدين البسط اللي هو بير اتش تا بير طبعاً بضيف لحقة المفعول فيه حسب التوافق الصوت طيب هل ممكن أقول الكسر بطريقة تانية؟ أمن الممكن أن أقول الكسر بطريقة تانية يعني بدل ما أقول 3 تا 1 من الممكن أن أقول 1 بلو 3 يعني 1 على 3 بلو يعني على 8 دا 2 2 بلو 8 6 دا 4 4 بلو 6 9 دا 5 5 بلو 9 7 دا 5 5 بلو 7 دقة دلم أرقداشلار يارم چيرك بوچوك كلمة لدي كسر صفاتي در كلمة يارم چيرك بوچوك الكلمات دي بتعد أيضا من الكسور يارم يعني نصف وچيرك يعني ربع وبوچوك يعني نصف طيب إيه الفرق مبين يارم وبوچوك يارم بنستخدمها بمفردها زي ما أقول يارم أكمك نصف رغيف يارم ساعة نصف ساعة لكن كلمة بوچوك ممكن أقول بير بوچوك واحد ونص اكي بوچوك اثنين ونص يعني بتستخدم مع الأعداد الصحيح السؤال عن الأعداد الكسرية بيكون باستخدام كاتش تا كاتش يعني كام على كام أرنك لر بعد الأمسلة دورة بير بيزا يدم أكلت ربع بيزا يارم كيلو منذ نصف ساعة بير بوچوك ساعة درس تشالشتم ذكرت ساعة ونص شايرك توست كاتش كالوري ربع قطعة التوست بيكون كام سعر حراري طيب إزاي كمان أقول النسبة المقوية في اللغة التركية بالضبط زيها زي الكسر يوز د اللي يوز يعني مية ضفط لها لاحقة المفعول فيه اللي هي دا يعني كده بقت في المية يوز د اللي خمسين في المية طب عايزة أقول عشرة في المية يوز د مية في المية يوز د يوز تسعة وتسعين في المية يوز د دوكسان دوكس إرنك مثال يوز د بير اهتمال بار بيوجد احتمال واحد في المية صنف يوز د سكساني صنف كزاند تمانين في المية من الفصل نجح في المتح يوز د بيوجد خصم خمستاشر في المية آخر حاجة هناخدها هي بعض الإشارات الحسابية في اللغة التركية الإشارة دي يعني كده يكون امتهى درسنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله